السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي واليوم توقعات برج الأسد توقعات عاطفية يعني قراءة عاطفية لبرج الأسد الشمسي والقامري والطالع ولا تنسوا أنها قراءة عامة ومعامة ما قد تنطبق على البعض منكم كليا أو جزئيا لذلك خذوا يعني ما ترتاحون إليه من الرسالة وما ينطبق على وضعيتكم وعلى مشاعركم والباقي يعني أتركوه يرحل في السلام فهناك شخص آخر قد يحتاج لهذه الرسالة واخا قد ندير السحب وبعد ذلك قد نشوفوا ما هي نصيحة الملائكة ولنبدأ قد من لكم حق سعيد حق سعيد حق سعيد يربي الحبيب لنرى ما هي توقعات عزيزي برج الأسد لنرى ما هي توقعات عزيزي برج الأسد أنا أحب أن ألمس الكارت لكي أحس بالطاقة هكذا ولنبدأ كنت من لكم حق سعيد يربي الحبيب بسم الله لنرى ما هي خراءة خراءة عزيزي برج الأسد الله معنى عزيزي برج الأسد أنت طاقتك هي التعب واليأس أنت يعني عيان يعني أنت متعب وخط عيتي عيتي وعيان يعني أنت تحاول الهرب من المصير تحاول من المصير تحاول الهرب من المصير تحاول السيطرة على المشاعر أنت تتقول أنا لا أحبه هو لا يحبني يعني أنت لوحدك يعني تفكر هذه الأشياء لكن أنت يعني في قلبك يعني في أعماق قلبك تعرف أن هذا ليس صحيح يعني هذا يعني أنت تعرف أن هذا الإنسان يعني حب حياتك حب حياتك نعم وأنت يعني تحاول نسيان هذا الشخص نعم ولدينا من جهة قوة المشاعر قوة المشاعر والتواصل الرحاني بينتكم بينكما هناك تواصل الرحاني قوي جدا ومستمر وهذا من جهة يحرق قلبك يعني ألم تحس بالألم بسبب هذا الحب ومن جهة أخر يسعدك تحس بالسعادة لماذا؟ لأنك تحبه لأنك لا تفقد الأمل وتعرف حق المعرفة أنه ليس فقط توأم الروح هذا الإنسان بل توأم الشعلة نعم يعني هي وضعية معقدة نعم لكن هناك حب كبير جدا نحن نتكلم عن توأم الشعلة عزيزي أخ واصل الله 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 على قارد يعني بتلاتة الله الله وخ الله يعني توأم الشعلة بيدون شك بيدون شك أنت عزيزي في صراع بين حبك للرحمن للرحمن الرحيم نعم أنت في صراع بين حبك للخالق أنت إنسان طيب وروحاني أو محافظ وبين حبك يعني أنت في صراع بين حبك لله يعني كتخاف من الله وحبك لتوأم الروح لتوأم الشعلة يعني أنت في صراع شديد تريد إرضاء الرحمن لا تريد الإساءة للناس يعني شوفوا على كارت الله أنت ملاك الله لا تريد الإساءة للأخرين نحن نتكلم عزيزي عن علاقة ثلاثية لذلك كل هذا الصراع وكل هذه المعاناة ربما هناك زواج وأطفال نعم ربما أنت مرتبط أو هذا الشخص مرتبط ولديه أطفال وخ وأنت في صراع شديد يعني بين الله وبين السماء وبين الأرض يعني أنت يعني أنت يعني الروح في السماء تفكر في الخالق تفكر يعني في الخير تفكر في هذه الأشياء يعني في إرضاء الرحمن وهنا يعني في الجانب المادي تريد إرضاء يعني قلبك يعني تحبه لا يحسن عوانكم والله يكون في عونكم تحبه وتعرف أنه يحبك هذا الشخص يعيش في قلبك في روحك في عقلك في جسدك في جسدك يعني حب قوي جدا نحن نتكلم عن توقم الشعلة وهذا لا يحدث كل يوم هو يعني سنتكلم في فيديو عن توقم الشعلة وتوقم الروح يعني هناك فرق وخط هذا الإنسان في قلبك في روحك في عقلك في جسدك يعني مستحيل إخراجه وإبعاده يعني من حياتك بسهولة يعني مستحيل مستحيل أما هذا الشخص هذا الشخص هذا الشخص يعني هذا الشخص هذا الشخص كان نائم أو يدعي بأنه نائم نعم هو يريد يعني يريد قطع العلاقة التي يتواجد فيها لماذا؟ لهذه الأسباب يعني أنت الله شوفوا هذا يعني هذا يعني الاختيار هذا كنت يعني يجب يعني قطع العلاقة التي فيها التفكير المستمر نشاط مستمر نشاط عقلي يعني نشاط عقلي قوي جدا هذا الإنسان سيجن يفكر يحلم يخطط عقليا حتى أنه يحس يعني بواجه الرأس أخا يبحث يعني عن الحلول يبحث عن الحلول لكن هذه الكرة تتكلم عن تحقيق الأمنية أمنيتك وأمنيته نعم يفكر فيك ليلة نهار ليلة نهار ويفكر في يعني البحث عن الحلول الاختيار الصحيح يعني هذا الإنسان مريض مسكين نعم لمتابع قراءة جميلة جميلة قوية بزاف هذا القراءة يعني بزاف ديال ديال طاقة الحب وطاقة يعني طاقة الحب الحقيقي والصافي لكن هناك معاناة كثيرة كثيرة وصمت وأسرار الله يا ربي الحبيب استغفر الله هذا الإنسان استيقل كما لو رميت يعني بحل يعني كما قمت بتفريغ دلو من الماء البارد وقام استيقض وهو يتسأل معقول يكون حبيت يا ناس يعني كنت تكلم دباب المصرية معقول يكون حبيت يعني هو يتسأل ويكذب عن نفسه أنت كذلك يعني مثلك لا أنا لا أحب هذا الشخص لكنه يحبه ويتسأل يعني هل أنا أحبكت لهذه الدرجة وأني حتى أفكر في طرق حياتي من أجل هذا الشخص يعني هو يعني يعني ليس هناك توازن في حياتي بسبب هذا الحب هو في معاناة كبيرة 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 تعب من إخفاء الأسرار يعني تعب ربما البعض منكم يحبون في السر البعض منكم يعني لديهم يعني بعض منكم عندكم علاقات حميمة يعني تفهمون علاقات حميمة في السر والبعض الآخر يحب في السر أو فقط بالنظارات ويعني بالكلام لكن لا تتكلمون عن حبكم بلا أشياء أخرى نعم يعني هناك يعني مواقف وضعيات مختلفة في هذه القراءة لعزيزي برج الأسد واخر يعني هذا الإنسان كما قلت عنده نشاط عقلي كبير 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 جدا يعرف يعني أنه عاجلا أم أجلا عليه اكتخاذ القرار يعني بعد هذا التفكير وهذا النوم وهذا عليه يعني اختيار وماذا سيكون اختياره ماذا سيكون اختياره طبعا أنت هذا أنت يعني تحقيق الحلم ما يريده هذا الإنسان يضحي بحياته من أجلك ما تقول له هذا القرد يعني رغم الحب يعني بعيد عن حبه يضحي يضحي بحياته لا ينام يفكر الآرق يعني قلة النوم يحلم يعني يفكر بكثرة والسبب هذا يعني هذا التفكير كثرة التفكير وكثرة هذا النشط العقلي المرضي يعني حتى أنه أحيانا نحس بوجع قويفة يعني برأس وجع الرأس كيف حقه رأسه هذا الإنسان يفكر أنه يستحق يعني أن يعيش معك الاستمتاع معك هذا ما يعني هذا ما يفكره يعني هو يفكر يعني أنه الله شوفوا يعني بداية هو يفكر في النهاية هذه نهاية وقطع واختيار وقرار وهذه بداية حب يعني الله هذا توأم الشعلة يعني حب 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 حقيقي يعني حب يعني سيكون باللاتي التاروت لا يتكلم عن الوقت ماذا سيحدث هذا هذا ما في يعني ما في ما في عقلي نعم تاروت ما كيكلناش متى فقط يتكلم عن الطاقات وما في الأفكار والمشاعر هناك هناك طاقة سلبية طاقة سلبية كذلك تؤثر في هذه العلاقة نعم هناك امرأة يعني امرأة صغيرة لا تفق الأربعين طاقتها هوائية هناك طاقة حسد وكراهية من طرف هذه المرأة وهناك طاقة سلبية أخرى لكن امرأة يعني أكبر ربما خمسون أو أكثر أو ستون سنة طاقتها يعني طاقتها سلبية وتؤثر على تفكيرك الإيجابي نعم يعني هذا الإنسان يجعلك تفكر أن هذا الإنسان لا يحبك هذه المرأة يعني الكبيرة لكن هي ليست يعني من وراء يعني وراء هي تفعل هذا لحمايتك هذه المرأة لحمايتك فقط لكنها طاقة سلبية وتؤثر فيك يعني تغير تفكيرك وطاقتك الإيجابي فهمتوني هناك امرأتان وحدة صغيرة يعني طاقة طاقة سلبية حسد وكراهية والتانية كبيرة نعم خمسين ستين سنة أو أكثر وهي يعني طاقتها سلبية لكن لكن للحماية فقط تريد حمايتك نعم هذا الإنسان في عقله فكرة قطع بداية اختيار الذهاب إلى هنا يعني أنت إلى أنت يعني إليك أنت هو يفكر يعني لديه فكرة تتكرر في عقله مرارا وتكرارا هو يفكر يفكر أن يفكر أن يأتي يعني فجأة هكذا بحل مجنون يخلي كل شيء يترك كل شيء ويأخذك بعيد للعيش معك ويريد ويفكر حتى بالزواج لأنه لا يمكنه تحمل هذه الوضعية السيئة وخ هو يعاني بزاف بزاف مثلك أو أكثر وخ لا يمكنه تحمل هذه الوضعية وهذه الأفكار عزيزي ستتجسد قريبا قريبا التارت لا يقول لك ماتا لكن قريبا يعني يعني كلها يعني طاقة حب قوي وعدم يعني 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 لا يمكنه الاستمرار في هذه الوضعية يريد التغيير لأنه مريض وأنت كذلك لكن طبعا الأشياء يعني في يديه هو وخ ربما حتى أنت مرتبط أو متزوج ولديك أطفال أنت عزيزي برج الأسد أو هو وطاقة هذا الحبيب قد تكون طاقة ترابية يعني هو قد يكون عذراء جدي أو ثور أو كذلك طاقة طاقة نارية يعني أسد مثلك قوس أو حمل والطاقة السلبية هي طاقة هوائية وخ يعني ميزان بالو ترجمة نانسي قنقر